هذا وتبذل مصر جهودا كبيرة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ شهور طويلة حيث تعمل مصر بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لتوصيل المساعدات وإنقاذ الفلسطينيين من مجاعة وشيكة وحضرت الأمم المتحدة مرارا من تدهور الوضع وسط انتهاك واضح من قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والقرارات الدولية وعملات إبادة جماعية للفلسطينيين وسعي قوات الاحتلال لتهجرهم قصريا إقبال مستمر على مدينة العريش ومعبر رفح البري لشاحنات المساعدات الإنسانية التي تجهزها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين آلاف الشاحنات تنتظر على جانبي الطريق للدخول تباعا عبر هذه البوابة التي لا زالت تواصل عملها حتى في الإجازات الرسمية لاستقبال الجرح والمصابين ودخول شاحنات الوقود أما على الجانب الآخر لا تستقبل المعابر الإسرائيلية أي شاحنات في أيام العطلات الرسمية مما يعرقل دخول أكبر عدد من الشاحنات لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة رغم أن التقارير الدولية تشير إلى ضرورة إدخال المواد الغذائية بصورة عاجلة نظرا لقرب حدوث مجاعة داخل القطاع وهو ما تعمل عليه مصر في تجهيز آلاف الأطنان من المواد الغذائية لدخولها للأشقاء هناك رغم هذه العراقيل جهود مصرية مكثفة ومستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وهو ما يعكسه حجم الشاحنات التي تدخل يوميا للقطاع بالإضافة للإشادات الدولية بأهمية معبر رفح في إنفاذ المساعدات الإنسانية مما يؤكد دور مصر القوي في دعم القضية الفلسطينية وجهودها السياسية لوقف إطلاق النار محمود جميل التلفزيون المصري